اعلن وزير الصحة المكسيكي جورج الكوسير ارتفاع حصيل الضحايا حادث انفجار انبوب نفط بوسط البلاد إلى 85 قتيلا وقال الكوسير في مؤتمر صحفي انه لا يزال نحو 66 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفى عقب الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي وكانت شركة بيميكس البترولية المملكة للدولة قد اعلنت ان التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على اسباب وقوع هذا الانفجار فيما تعد هذه واحدة من اسوأ الحوادث التي تطال انا ببطاقة بالمكسيك الى شرق اوكرانيا حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاوكرانية ماكسيم بروطان الهدوء خيم على منطقة عملية القوات الموحدة في الدنباس مشيرا الى ان المسلحين الموالي لروسيا لم يفتحوا النار منذ منتصف ليلة امس وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان احد العسكريين الاوكرانيين اصيب بجروح خلال اليوم الماضي وان المسلحين خرقوا وقف اطلاق النار 16 مرة خلال الـ 24 ساعتنا الماضية على طول الخط الفاصل وافد بروطا بان المسلحين استدفوا بلدة خوترافيلني في اقليم لوهانسك كما قصفوا ايضا المناطق الساحلية باقليم دونسك مستخدمين الاسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك اطلقت قوات الاحتلال الروسية النارة مرتين على المناطق السكنية في بلدتي هنوتفا وبيسكي حيث تعرضت هنوتفا لقصف بقاذفات القنابل والمدافع الرشاشة ذات العيار الثقيل وفي الوقت ذاته قصف المسلحون مواقعنا قرب بيسكي بقذائف الهون من عيار 82 مليمترا كما قصفت بلدة فادينوي بقذائف الهون من العيار ذاته اشتركوا في القناة